بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع نلتقي اليوم مع رؤية القيامة والحساب والميزان والصحائف والصراط المستقيم السؤال رقم 525 ما تفسير رؤية من رأى كأن القيامة قد قامت قال تعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فمن رأى كأن القيامة قد قامت في مكان ما فإنه يبسط العدل في أهل ذلك المكان فينتقم الله عز وجل من الظالمين هناك وينص المظلمين لأن القيامة هي يوم الفصل والعدل والله أعلى وأعلم السؤال رقم 526 ما تفسير رؤية من رأى كأنه ظهر شرط من أشراط الساعة في مكان ما قالوا من رأى وكأن أحد شروط الساعة قال ظهرت مثل أن يرى طلوع الشمس من مغربها أو خروج دابة من الأرض أو ظهور الدجال أو يأجوج ومأجوج من رأى واحدة من هذه الأشراط وكان عاملا بطاعة الله عز وجل كانت رؤياه بشارة خير له وإن كان عاملا بمعصية الله والعياذ بالله أو هاما بها كانت رؤياه نذيرا له حتى يترك هذه المعصية والله أعلى وأعلم السؤال رقم 527 ما تفسير رؤية من رأى كأن القيامة قامت وهو واقف بين يدي الله عز وجل من رأى أنه قد قامت القيامة وهو يقف للحساب بين يدي المولى عز وجل كانت الرؤية أثبت وأقوى لأن وقوف العبد بين يدي المولى عز وجل للحساب حقيقة لا شك ولا ريب فيها وكان ظهور العدل في هذا المكان أسرع وأقرب لأن الله عز وجل سريع الحساب ولا يظلم أحدا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 528 ما تفسير رؤية من رأى كأن القبور قد انشقت والأموات يخرجون منها قالوا من رأى في منامه كأن القبور قد انشقت عن أصحابها والأموات بدأوا في الخروج منها دلت رؤياه على بسط العدل في المكان فإن رأى كأن القيامة قامت وهو في حرب ونصير على الأعداء إن شاء الله فإن رأى نفسه في القيامة نفسها أو جبت رؤياه سفرا والله أعلى وأعلم السؤال 529 ما تفسير رؤيا من رأى كأن القيامة قد قامت عليه وحده قالوا إن رأى كأن القيامة قامت عليه بمفرده دلت رؤياه على قرب موته لما رؤيا في الحديث أنه من مات قامت قيامته فإن رأى كأنه حشر وحده أو مع واحد آخر دلت رؤياه على أنه ظالم لقوله تعالى أحشر الذين ظلموا أزواجهم فليحضر من رأى هذه الرؤيا والله أعلى وأعلم السؤال 530 ما تأويل رؤيا من رأى القيامة كأنها قامت وعاين الأهوال ثم رأى كأنها سكنت وعادت إلى حالها قالوا هذه الرؤيا تدل على تعقب العدل الظلم من قوم لا يتوقع منهم الظلم وقيل إن هذه الرؤيا يكون صاحبها مجغولا بارتكاب المعاصي وطلب المستحيل مؤجلا ومسوفا للتوبة إلى الله والرجوع إليه وترك المعاصي أو مصرا على الكذب لقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون والله أعلى وأعلم السؤال 531 ما تأويل رؤيا من رأى كأنه قارب من الحساب قالوا من رأى كأنه اقترب من الحساب دلت رؤياه على غفلته عن الخير وإعراضه عن الحق لقوله تعالى اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون فإن رأى كأنه حوسب حسابا يسيرا دلت رؤياه على شفقت زوجته عليه وصلاح حسن دين هذه الزوجة فإن رأى كأنه حوسب حسابا شديدا دلت رؤياه على خسران يقع له لقوله تعالى فحاسبناها حسابا شديدا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 532 ما تأويل رؤيا من رأى كأن الله تعالى يحاسبه قالوا من رأى وكأنه يقف بين يدان الله عز وجل الحساب وقد وضعت أعماله في الميزان فرجحت حسناته على سيئاته فإنه في طاعة عظيمة ووجب له عند الله مثوبة كبيرة عظيمة فإن رجحت سيئاته على حسناته فإنه أمر دينه مخوف فإن رأى كأن الميزان بيده فإنه على الطريقة المستقيمة لقوله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والله أعلى وأعلم السؤال رقم 533 ما تأويل رؤيا من رأى كأن ملكا ناوله كتابا وقال له قرأ قالوا من رأى أنه يقرأ كتابه إن كان من أهل الصلاح نال صرورا وإن لم يكن من أهل الصلاح وكان من أهل الغفلة والبعد عن الله عز وجل كان أمره مخوفا ويخشى عليه من الخسران في الدنيا والآخرة لقوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 534 ما تأويل رؤيا من رأى أنه على الصراط قالوا من رأى أنه على الصراط المستقيم كان مستقيما على الدين عاملا بشرع الله القويم سائرا على منهج وسنة خاتم المرسلين فإن رأى كأنه زال عن الصراط والميزان والكتاب وهو يبكي فإنه يرجى له إن شاء الله تسهيل أمور الآخرة عليه والله أعلى وأعلم إلى هذا الحد نكون قال انتهينا من هذه الحلقة إلى أن ألقاكم في الحلقة التالية لكم خالص واستحياتي